ظواهر عديدة في حياتنا الفنية تؤكد يوماً بعد يوم أن جينات الإبداع المصرية تنتقل من جيل إلى جيل لم تكن صدفة أن يأتي ظهور السينما المصرية في نفس توقيت ظهورها في أوروبا ولم تكن صدفة أن تولد صناعة الدراما مع مولد التلفزيون المصري في ستينيات القرن الماضي وعلى مدى أكثر من مئة عام احتلت القاهرة مكانة المرموقة بين أكبر عواصم هذه الصناعة الضخمة وقدم التلفزيون مع السينما ألاف الأعمال التي حملت أسماء المئات من الكتاب والمخرجين والمبدعين في كل مجال وعندما اكتذبت الشاشة المصرية أقلام الكبار مثل إطهى حسين وتوفيق الحكيم وعبد الحميد جودة الصحار ويوسف السباعي ويوسف إدريس وإحسان عبد القدوس ووحيد حامد ووسامى أنوار عكاشة وغيرهم من الرواد فقد كان من الطبيعي أن تأتي من بعدهم أجيال جديدة من المبدعين الذين حملوا جينات أجدادهم ووصلوا مسيرة الفن والجمال من هؤلاء ضيفنا اليوم كاتب وسيناريست ماهوب قدم أعمالا متنوعة في مجالات عديدة من كتابة الرواية الشبابية القصيرة إلى الكتابة للأطفال ومسلسلات السادكوم وإلى السينما والدراما التلفزيونية ضيفنا تغصص في كتابة الكوميديا الاجتماعية والعائلية التي تميز بها تاريخ الدراما المصرية على أيدي أبو صعود الإبياري، محمد عفيفي، محمود السعداني، لينين الرملي وغيرهم قدم ضيفنا في شهر رمضان عملين في هذا المجال لفتاء الأنظار في حديثنا اليوم نسأله عن الأعمال الكوميديا، عن موضوعاتها ونجومها الجدد نسأل عن الخط الفاصل بين كوميديا التأثير والتوعية وبين كوميديا الإضحاق حديثنا اليوم من مصر عن الكوميديا الاجتماعية المصرية، أحوالها ومبدعيها أهلا بكم